حذر الأمين العام لجامعة دول العربية أحمد أبو الغيت من قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططات لبناء ألاف المستوطنات في الدفة الغربية المحتلة مشيرا إلى أن مثل هذه الخطط تقلس أو تقود حل الدولتين عبر تقليص الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل طلب أبو الغيت الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية المزمعة دفاعا عن حل الدولتين الذي تروج له واشنطن مؤكدا أن الاستيطان ينسف السلام وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو عن سلام إقليمي في المنطقة بينما الأراضي الفلسطينية يتم قدمها كل يوم